موسيقى أهلا بكم في النشرة الاقتصادية ونسهلها دائما بأبرز العنوين العملات الاجنبية تتراجع بشكل طفيف أمام الريال ومطالبات بوقف مزادات البيع الإلكتروني للعملة مجلس نقابات شركة النفط بعدنية تهم المصاف بالإضرار بالاقتصاد وتواصل احتجاجات موظف الشركة مطار عدن الدولي استأنف حركته عقب إصلاح منظومة كهرباء المدارج موسيقى أهلا بكم شهدت سعار العملات الاجنبية تراجعا طفيفا خذلت عمرات اليوم والاثنين أمام الريال الوطن في الأسواق المصرفية وأفاد مصرفيون اليمن شباب بأن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم الاثنين أمام الريال اليمن 1330 ريال للشراء و1350 ريال للبيع كما سجل سعر الريال السعودي 350 ريال للشراء و355 ريال للبيع ومنذ أسبوع شهدت أسعار صرف تحسنا نسبيا حيث تراجع سعر الدولار من 1700 ريال إلى 1350 ريال إلى أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم يطرأ عليها أي تغييرات إيجابية قال أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن دكتور مساعد القطيب أن تأخر الدعم السعودية المالي مرتبط بنتائج المراجعة والتقييم التي كلف بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واعتبر القطيب هذه الخطوة عبارة عن توجه لمنع استغلال أي دعم جديد على نحو يضمن عدم تكرار أي من ممارسات الفساد التي حصلت مع الدعم السابق للبنك وأكد أنه لا يخشى من تدهور أسعار صرف العملة المحلية بقدر ما يخشى من التقلبات السريعة في أسعارها وأشار إلى أنه آن الأوان للبنك المركزي أن يوقف مهزلة أو مهزلة ما يسمى بنظام مزادات بيع العملات الأجنبية والتي بدأ بها مطلع الشهر الماضي وأثبتت فشلها منذ اللحظات الأولى لتطبيقها تواصلت احتجاجات موظفي شركة النفط لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بما وصفوه وقف تجاوزات شركة مصافي عدن وفي الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظف شركة النفط أمام مقر الشركة بمديرية المعلى اتهموا مصافي عدن بتعديها على اختصاصات شركة النفط المحددة بالقانون الذي أعطاها الحق الحصري في تسويق المشتقات النفطية وقال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس التنسيق العام لنقابة شركة النفط ورئيس فرع النقابة بعدن أبدالله الهويدي إنما يجري من عبث واختراك للقانون يسهم بشكل مباشر في الإضرار بالعملة الوطنية كون نشاط الشركة شركة المصافي المخالف يشجع على المضاربة بالعملة الصعبة من قبل تجار الوقود الذين وجدوا مصالحهم بالبيع المباشر بعيدا عن الأطور الرسمية اتهم ياسر عبدالصالح أمين عم مجلس اللجان النقابية بشركة النفط بعدن في تصريح اليمن شباب شركة مصافي عدن ببيع مشتقات النفطية الخاصة بشركات مستوردة خارج إطار القانون دون المرور بشركة النفط اليمنية وأشار إلى أن ما يجري يهدد الاقتصاد الوطني من خلال ضرب الشركة الاقتصادية والوطنية دعيا موظف الشركة للتصعيد والمشاركة في الاحتجاجات اليوم تنتهي كانت المهلة التي منحتها قيادة نقابة شركة النفط للجهات المسؤولة في وقف تعدي مصافي عدن على نشاط وعمل ومهام شركة النفط اليمنية وهي من خلال بنائها مساكب غير قانونية والبيع المباشر لأكثر من 70 شركة خارج نطاق القانون وهذا يضر أيضا بالمضاربة على سعر المواطنين من خلال المضاربة على سعر العملة وبالتالي أدى إلى ارتفاع القلوني التي تشهده في سعر العملات المحلية والدولار العملات الأقربية منها الدولار والريال السعودي تفاقمت الأوضاع المعيشية في محافظة أبيان مع موجات غلاء المعيشة والتي طالت مختلفة السلع والخدمات ومنها بالدرجة الأساسية مادة الدقيق والخبز ضمن موجة الغلاء المتصاعدة التي شملت كافة الجوانب المتعلقة بالوضع المعيشي للمواطنين والتي جاءت عكاسا لتضخم أسعار الصرف تفاقمت أزمة الخبز والروتي في محافظة أبيان وعدد من المحافظات المجاورة تصاعد حجم الأزمة جاء بعد ارتفاع أسعار الدقيق بشكل كبير بالإضافة إلى قيمة المواد المتعلقة بإنتاج الرغيف وأقراس الروتي الأمر الذي ألقى بظلال سلبية على حياة النات المعيشية يعني معك أجور العمال لازم ترتفع مع ارتفاع العملة الجنبية مقابل الرياء اليمني يرتفع لازم أنت العامل يبقى في ذمتك العامل محتاج يعني الذي يستلم الستة الألف والسبع الألف لازم ترجع للتسعة صاحب الحطاب يعني تشلوا من الحمل الحطاب يعني العربة المقنونة هذه المسمى المقنونة يتقاوز العشرين الألف ومع استمرار هذه الأوضاع تتصاعد أصوات المواطنين تجاه إهمان الحكومة والتخلي عن واجباتها متهمين أجهزة الرقابة الحكومية بعدم التحرك في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق لافتين إلى أن الحكومة تقف موقف المتفرج مما يحدث من انهيار معيشي في البلاد وعلى الرغم من تدخل بعض المنظمات للمساعدة وللحد من الآثار الكارثية لهذه الأزمة ولدي استهدف عددا من المخابز والأفران لأسبوع واحد فقط إلا أنه لم يلبي الاحتياج الكبير للمدينة الذي شهد تفاوتا في أحجام أقراص الروتي من فرن لآخر مواطنين أبيان نعاني من الغلاء الأسعار كما هذا الآن قرص الروتي بمئة ريال يطلع الواحد بسبعين ريال ينزل إلى خمسين ريال قالوا الدعم يدعم الأفران الأفران مساكنهم جينا مواطنين يدورون لقمة العيش يعني بالله لك الحكومة لما تقيتها ما تعطي الدعم للفرن الآن ما نحصل على الدناء كل بالله عليكم وإنهم راحوا معنا قالوا معنا الدعم خارجي ولا حصلنا الدعم الخارجي ولا حصلنا الدعم الداخلي القرص الروتي بخمس ريال اتقوا الله في المواطنين ارتفاع أسعار الدقيق تسبب بشكل مضاعف فإلى جانب ارتفاع الأسعار أيضا تقلص حجم القرص بشكل كبير لعدم قدرة ملاك الأفران على تحمل أعباء وتكاليف فارق الشراء لكميات الدقيق والوقود وغيرها من المستلزمات الخاصة بإنتاج الخبز أفاد المدير العام لمطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري بأن حركة الملاحة الجوية استؤنفت في المطار بعد أن توقفت الليلة الماضية بسبب مشكلات فنية طارئة أصابت منظومة كهرباء مدارج المطار وحل ذلك دون وصول رحلة جوية قادمة من القاهرة ومومباي وعمان والتي حولت مسارها إلى جبوتي وقال العمري إن منظومة إضاءة مدارج المطار أصلحت بعد أن تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة لمدة 24 ساعة ما تسبب في العدام الرؤية الليلية أمام الطائرات وأكد أن الأمور عادت لطبيعتها وأصبح المدار قادراً على التعامل مع الرحلات الليلية الآتية والمغادرة نظم موظفو عمال شركة النفط اليمنية في ساحل حضر موت اضرباً شاملاً عن العمل للمطالبة بإجاد حلول للحد من انهيار الأوضاع الاقتصادية والعملة المحلية وقالت النقابة في بلاغ إنها بدأت بالمرحلة الثانية من البرنامج التصعيد بإضراب جميع موظفي ومتقاعد الشركة بالحضور فقط والامتناع عند تأدية أي أعمال على أن يكون سريان الإضراب خلال فترة الدوام الرسمي يوماً واحداً الأحد الثاني عشر من ديسمبر وأضفت أن البرنامج التصعيدي يهدف إلى إيصال رسائل للجهات الرئاسية والحكومية المعنية والمطالبة بإيجاد حلول للحد من انهيار الأوضاع الاقتصادية والعملة المحلية نهبت ميليشيا الحث في محافظة إب بمبالغ مالية على مواطنين بحجة عدم قانونيتها وأقرت وسائل إعلام التابعة لميليشيا الحث بأنه تم مصادرة أربعة ملايين وأربعمائة وستين ألف ريال من الطبعة الصغيرة من العملة وتمنع ميليشيا الحث بشكل كلي تداول الفئات النقدية من الطبعة الجديدة وتنهبها على المواطنين ثم تأتي للمضاربة بها في مناطق السيطرة الشرعية وتحولها إلى عملة صعبة كما أقرى ما يسمى بالإعلام الأمني التابعة لميليشيا الحث بمصادرة ونهب سبعمائة وستة وثمانين ألف ريال من الطبعة الجديدة ذات الحجم الكبير واثني عشر ألف وتسعمائة دولار ومئة وواحد وثلاثين ألف وثلاثمائة ريال سعودي خلال شهر واحد فقط إلى ذلك أقرت ميليشيا الحث بنهب أكثر من ألف طن وسبعمائة وثمانية وعشرين جراما من الذهب في محافظة إب وقلت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحث إلى ما يسمى بوحدة مكافحة التهريب في إب ضبطت خلال شهر الربيع الثاني ألفا وسبعمائة وثمانية وعشرين جراما وتسعة وثمانين ميلي ذهب ودائما ما ينشر ما يسمى بالإعلام الأمني تابعة لميليشيا الحثي أخبارا عن مصادرة ونهب مبالغ مالية على المواطنين وكميات كبيرة من الذهب أعلنت مجموعة هلسايد أنعم عن التخفيض في منتجات الألباني والزيوت بنسبة تزيد عن عشرين في المئة ابتداءا من اليوم الاثنين ورغم هذا الإعلان لأن الأسواق لم يطرأ أي تغيير إيجابي عليها وما تزر الأسعار عند مستواها المرتفع الذي سجلته منذ مطلع الشهر الجري وطلب مواطنون الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بسرعة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق تماشيا مع التغييرات الإيجابية في أسعار الصر الانهيار المتسارع في سعر العملة الوطنية وتعافيها نسبيا مع تغيير قيادة البنك المركزي أعد للشارع الضالعي بصيص أمل في تحسن الوضع المعيشي وسط ظروف مأسوية يسع عبد الناصر جاهدا لتوفير احتياجات أسرته الأساسية لكن مردود دخله من دراجته النهرية مصدر دخله الوحيد لا تمكنه سوى من شراء كيس قمح دون غيره من الاحتياجات الضرورية اللازمة لأفراد أسرته الخمسة في ظل موجة الغلاء المتصاعد اليوم أخذنا الكيس الدقيق بخمسين ألف ريال والدخل هذه الأيام محدود جدا يعني أربعة ألف ريال لا تكفي إن كانت مصروف أو حتى بترول من الرز والدقيق وهذا الأيام صار غالي نحن نطلب من جميع المسؤولين والمختصين أن يقدوا حل هذه المشكلة وحل هذه الأسعار المواطن لا يجد ما يأكل هذه الأيام وعلى الرغم من تحسن قيمة الريال جزئيا أمام العملات الخارجية إلا أن أسعار السلع الأساسية وغيرها لم تشهد تراجعا رغم تراجع حجم الطلب لتبقى الطرق موسادة أمام كثيرين فيما التجار والباعة يعزون كل ما يجري إلى أرباب القرار التكلفة البضاعة الآن تكلف على أساس نقل زيادة بالسعر وكل هذا يعود على السعر الخصلة ويأثر بها المواطن الآن فنطالب الآن على أساس تثبيت العملة والأجنبية الخارجية والتثبيت العملة الداخلية بحيث يكون الأسعار مستقرة الانهيار المتسارع في سار العملة الوطنية وتعافيها نسبيا مع تغيير قيادة البنك المركزي أعاد للشارع الضالعي بصيص أمل في تحسن الوضع المعيشي لكن المخاوف من عودة انهيار العملة ما زلت قائمة لعدم اتخاذ الحكومة خطوات ناجحة لتحسين اقتصاد بلد بات يلفظ أنفسه ويواجه أغلب سكانه مجاعة حتمية بحسب تقارير الأمم المتحدة افتتحت أسعار نفط الخام في بداية تعاملات الأسبوعية الاثنين على ارتفاع وسط تطمينات من محدودية مخاطر متحور فيروس كورونا وميكرون وأصعدت أسعار العقود لجلة لخام القياس العالمي مزيج برينتسليم ببراير 63 سنة لتصل إلى 75 دولار 79 سنة للبرميل كما ارتفعت أسعار العقود لجلة للخام الأمريكي ضربة اكساس الوسيل تسليم يناير 61 سنة لتصل إلى 72 دولار و28 سنة للبرميل وفقدت أسعار النفط نحو 10 دولارات من قيمتها خلال الشهر الحالي مقارنة مع الشهر الماضي بفعل ظهور المتحور الجديد ونقص المعلومات الرسمية حينها بشأن سرعة انتشاره وأعراضه على المصابين به ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين بالتزامن مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وسط ترقب اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي البدرالي خلال الأسبوع الحالي ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار دولار 28 سنة يتداول عند 1785 دولاراً للأوقيا وزدت أسعار العقود لاجلة للذهب تسليم فبراير 20 سنة لتصل إلى مستوى 1785 دولاراً للأوقيا ويجتمع الأربع مجلس الاحتياطي الفدرالي وسط توقعات أن يعلن عن خفض أسرع في مشتريات السندات ويحدد طرق التعامل مع ارتفاعات التضخم القياسي وقبل الختام هذه جولة سريعة على أسعار العملات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة